الإشكالية في فتنة الانتقائية في الدين مش التقصير كلنا مقصرين الإشكالية في التقصير في الفرائض فرائض العبادات أو فرائض الأخلاق مع الإطمئنان وكأني بفرض على ربنا أنه يرحمني ويكرمني وأنا عابد لكن مؤذي للخلق أو خلوق لكني تارك للصلاة والصيام والاستقامة الحقيقية هي المحاولة المدومة على الأقل على الفرائض فرائض العبادات وفرائض الأخلاق واللي هيفضل فاتح على نفسه باب فتنة الانتقائية مع الإطمئنان عنده خسائر على رأس الخسائر دي أبدأ الأول بالخلوق اللي تارك فرائض العبادات بيخسر أنوار تنزل من ربنا لا تنزل إلا في العبادة قال صلى الله عليه وآله وسلم وإن الله أمركم بالصلاة فإذا صليتم فلا تلتفتوا فإن الله ينصب وجهه في وجه العب في الصلاة ما لم يلتفت طيب إن ربنا ينظر لك وينصب وجهه في وجهك في الصلاة تجيبها فين دي برا الصلاة لو ما بتصليش تجيب أنوار نظرة ربنا منين لو ما بتصليش والنبي عليه الصلاة والسلام قال لك ينصب وجهه في وجهه فقدان أنوار العبادة اللي ما بيزكيش ما دي عبادة برضو ربنا قال لسيدنا النبي في القرآن خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليه ادعي لهم إن صلاتك ساكن لهم اللي ما بيزكيش عنده حب وتعلق زائد بالمال بيبان فحسرة لما بيفقده يفقد المال ده لأن الزكا بتجيب من عند ربنا أنوار في القلب تطهره من التعلق بالمال ويكفي دعوة النبي الكل اللي بيزكي وصلي عليهم إن صلاتك ساكن لهم تجيب منين دعوة زي دي للمزكيين لما ربنا قرنها بالزكاة اللي ما بيزكيش خسرا دعوة من سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام العجيب بقى إن خسارة كمان العابد اللي أخلق وحشة برضو فقدان أنوار العبادة يعني هو عبد استجلابا لأنوار العبادة وأكل مال الناس وظلمهم وكان قاسي عليهم يفقد أنوار العبادة شوف ربك يقول في القرآن بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون هو أسلم وجهه لله وهو مؤفي مش محسن للأسف الشديد وشوف لما سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول من لم يدع قول الزور الكذب والافترة والأذية على الناس من لم يدع قول الزور ولا العمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه يعني صيامه الفقهاء يقول الصيامه واللي بيقول قول الزور ده صيامه صح فقهاء يعني مش هيقضي اليوم اللي قال فيه قول الزور لأنه مكلش ومشربش صح فقهاء ولم ينتفع به روحانيا يفقد هو كمان أنوار العبادة فأول حاجة خسران أنوار العبادة لللي مش بيعبد وأخلاقه كويسة أنوار لا تنزل إلا في عبادات معاناة هو خسرانها ومقامات في القرب من ربنا والعابد اللي بيظلم خسران كمان أنوار عبادته الخسارة التانية لقاء الله عز وجل بكم كبير من السيئات كان ممكن يغفر في الدنيا يتقل ميزان السيئات مخطرة بالمصير شوف اللي ما بيصليش ما بيعبدش ربنا ومطمئن الأخلاق إنسان جميل بس سايب الفرائض ومطمئن هي دي الفتنة قال صلى الله عليه وسلم الصلاة إلى الصلاة والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهم إذا اجتنبت الكبائر خسار خسارة يبقى الناس كلها بتحبك لكن رايح عند ربنا بكم من السيئات بسبب ترك الصلاة أو ترك الصيام أو ترك صلاة الجمعة مع الاطمئنان وده الفتنة طب وصاحبنا التاني العابد المؤذي للخلق قال صلى الله عليه وسلم لله ثلاثة دواوين ديوان لا يعبأ الله به ممكن يغفر كله ذنوب العب بينه وبين الله وديوان لا يتركه الله وهو ديوان الشرك إن واحد يروح عند ربنا كافر وديوان لا يتركه الله ولا يتجاوز عنه وهو ديوان حقوق العباد رحت عند ربنا عابد مصلي ذاكر جبال من الحسنات وعندي شوية سيئات قصاص مش عارف عدي وربنا يسطر يتخذ مني حسنات قد إيه ليه؟ ليه الواحد يجازف بالمصير خسائر خسائر بيتكبدها في الدنيا وفي الآخرى الشخص اللي سايب نفسه الفتنة الانتقائية سواء نأأه من الدين العبادة وترك الأخلاق أو نأأه من الدين الأخلاق وترك العبادة مع طمئنانه لكده